هناك تعليمات نبوية من نبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها تظهر كم الرحمة في التعامل مع الحيوان لو ذكرتنا حضرك أداة بالتعامل مع الأضحية كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشياء كثيرة أولا الحيوان الذي تريد أن تضحي به ينبغي أن تهتم به ويصبح ذلك الحيوان كأنه حيوان أليف ويلعب معه أطفالك كأنه طرف في العائلة في الصباح تأخذه في جولة وتغذيه وفي المساء تغسله وتنظفه إذن هناك اهتمام بهذا الحيوان وبعد ذلك يقيم بذلك بعد شهر أو شهرين أو ستشهور عندما تذبحه فأنه ذلك تضحية بحبك لذلك الحيوان ولمشاعرك ولتعلقك به هذه هي تضحية أخرى اليوم بالنظر إلى التكنولوجيا المتطورة ونحن مشغولون جدا في حياتنا معظمنا يفعل ذلك لذلك لا أعتقد أننا نحتاج إلى أحياء السنة بشكل ما خاصة في البلدان التي يمكن القيام فيها بذلك قبل أسابيع أو أيام أو أسابيع يمكنني القول وأنا فخور بذلك بأن كثير من الحيوانات آلاف الحيوانات التي ضحينا بها ولدت تحت عياداتنا أو رعايتنا ونهتم بها وعندما يضحي أفراد فريقنا بذلك الحيوان هو تضحية بعلاقتهم الوثيقة بها ترجمة نانسي قنقر